السلام عليكم ورحمة الله صدق او لا تصدق دور يفوز فيه اللاعب الابيض بتضحية بوزير ورخين ومنذ النقلة 14 اهلا وسهلا فيكن بقناتكن احلى مواقف الشطرانج معكم اياد الرضوان خلينا نشوف شو اللي صار بهالدور لعبة هالمباراة عام 1934 بمدينة بودابيست عاصمة هنغاريا بين ستيفان كنال هذا هو لاعب ما كتير مشهور ولكن بتلاقي اسمه بتلاقي بعض المباراة احيانا بالكتب او بالمواقع الالكترونية اه واللاعب الاسود ما في معلومات عنه فرح نكتب no information اه اي فور بيبلش بالدي فايف هذا الدفاع السكندنافي اي تيكس دي كوين تيكس دي نايت على السي ثري مهدد الوزير الوزير بيروح بيروح على ال اي فايف طبعا هاد الخط الرئيسي دي فايف سي سيكس ليش سي سيكس لانه هلأ بعد نقلة الاحصان نايت على الجي نايت على ال اف ثري هلأ عادة ممكن بعض الخطوط الاحصان يروح على ال اي فايف بعدين على السي فور ويطلب الوزير فبعض التشكيلات الوزير هذا بعلا وبوقع بالفخ فممكن يخسر لعب الاسود وزيره فهي نقلة سي سيكس مهمة جدا لحتى تعطي طريق هروب للوزير بيشوب على الجي فور بيشوب على ال اف فور اتش ثري مهدد الفيل عادة الفيل برجع بهيك اوضاع ولكن هون لعب الاسود قرر انه يكسر فاكوين بياخد الفيل والان البيشوب على ال بي فور لحتى يربط الاحصان على الملك بيشوب على ال اي تو الاحصان بيروح على ال دي سيفن والان البيداء اي ثري وبيهدد الفيل طبعا مبدئيا ما بيستطيع انه ياخد الفيل ليش لانه هذا البيداء مربوط على الروخ مثل ما شايفين فهون اللاعب الاسود بارتكب غلط كبير وبيبيت تبييض طويل اه شو رأيك ممكن تكون نقلة اللاعب الاسود وقف الفيديو وحاول انك تفكر مع انه يعني حرقنا النقلة بعنوان الفيديو اللاعب الابيض هون اخد الفيل بالبيداء طبعا عطى تضحية مباشرة بيرخين بعض الوزير يعني بياخد الرخ على الاي واحد وكيش الملك راح يروح على الديتو شوف حتى هون يعني فينا نرجع بالاحصان ولكن اللاعب الابيض اصار على التضحية بالرخ التاني والوزير بياخد الرخ التاني بالفعل هلأ شو راح يكفي اللاعب الابيض بعد تضحية الرخين راح يكمل بتضحية الوزير من خلال نقلة كوين ضرب سي سيكس كيش طبعا نقلة وحيدة ما في غيرها البيداء بياخد الوزير والان في عنا كشمات جميلة جدا بالفيل والفيل التاني مانع اي حركة للملك هذا هو كان دورنا لليوم فعلا شي غريب يعني تضحية رخين بالنقلة 14 ناظرا ما تصير وبعدها الحقها بتضحية الوزير ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا سؤال الفيديو هذا الوضع شو افضل نقلة لللاعب الابيض اكتبونا الاجوب بالتعليقات نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة